بحيرات راكدة ومستنقعات هكذا بات الحال في منطقة حلمة بمديرية خنفر نتيجة وقوعها بالقرب من مجاري السيول التي تضرب محافظة أبيان منذ قرابة شهرين ما أدى إلى ظهور ينابع مياه تسببت في انهيار الكثير من المنازل المنازل حوالي أكثر من خمسين بيت في منطقة حلمة يعني ارتفاع منسوب المياه وصبح منازل مهددة تحت الانهيارات وصعوط أفوق الأهالي بسبب ارتفاع منسوب المياه والهان منطقة حلمة مهددة بالخطر لأنها على مقرأ ماء بين بناء وحسان كما هو حال المنازل الطينية الأخرى لم يبقى في منزل حسين سوى جدران متصدعه بعد انهيار أجزاء كبيرة منها فالأمطار الغزيرة والرياح حولت المكان إلى بقايا منزل كان يقطنه الرجل أثر علينا كلنا أصحاب منازل هذا أصحاب الأرض والطين ديهم مباني طين بالنسبة للطين أثر علينا بكثير ماشي عندنا القدرة يعني الحمد لله هذا يا أخي نصيبنا وعني الآن تشوف عينك كيف هنا وتشوف هنا قدامك يعني كلها مكسرة باطل هذا الندح تحولت المنطقة إلى ما يشبه البحيرات بفعل هذه الكارثة الطبيعية التي حلت بها وتضرر أكثر من خمسين منزلا فيها ربما ليست هذه الإشكالية الوحيدة لكن تأخر المعالجات الممكنة سيؤدي إلى ظهور كارثة صحية أكبر بكثير مما هو متوقع حيث تتمثل بانتشار وشيك للأمراض والأوبئة بين أوساط السكان الذي يبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثمائة أسرة هنا في منطقة حلمة لوحدها لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر